ماشي ماشي يا أصدقائنا الحلوين كيفكم؟ اشتقتونا متل ما عم نفهم منكم ومن تعليقاتكم أكيد كمان اشتقتوا لحكاية حماسية جديدة مثيرة أبطالها جمالهم خلاب خصوصا الشعر الأبيض البارد والعيون الحمراء خلوكم معنا اليوم بحكاية رهيبة وورجونا تفعلكم عليها لا تشجعونا نستمر قبل ما نبدأ أكيد لا تنشو تصدقوا على رسولنا الكريم وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس وزر اللايك بطريقكم وليتس جو هاي هي بطالتنا رين مبدئيا جميلة خلينا نشوف شو وضعها بباقي هالحكاية حاليا هي قدام الامبراطور وهم تطلع عليه وهاجبها كتير بالرغن من انطاغية في امبراطورية شويرن وهذا هو الجن شوبرز الامبراطور وحاليا هو بده يعاقب رين وعائلتها معلومة هاي العائلة اتبنت رين يعني رين مو بنتهم الحقيقية بيحكي الأب لجن انه هو ما عمل ولا عيشي ولا حاول يأذي أبدا وأولاده بيكونوا عم يستنجدوا أبوهم لحتى ما يقتلوهم لكن بيقول سنو لأمه لا تقلقي رح ينتهي سوء التفاهم اللي يزاير فبتنصى ضمرا وبتحكي عن اي سوء التفاهم عم يحكم وبنعرف انها العائلة النبيلة من اقرب المساعدين للامبراطور وكتير مخلصين لإلوه المفروض يعني بس بالحقيقة هم يخوانين وخلوا الامبراطور ينجن من ورق ودوراتهم الخاصة زرعوا الكوابيس بعقله ودمروا روحه المهن بيضل الأب تلود يدرجوا الامبراطور لحتى الامبراطور جن يقول له خلاص بيكفي أزعجني كتير رح أقطع روزكم وأعلقها على باب القصر أو رح أرميها للحوش لحتى الكل ياخدكم عبره بيرجع كلاودي يترجع ويقول له انهم ما عملوا اي شي وكل العائلته عم بتسرخ وتبكي المهن بينساج الامبراطور اكتر وبيطلب من حراسه يقتلوهم ويبلشوا قتل فيهم وبتورين بعائلها برغم من انه انا بنتهم بتبني بس بيضلوا هدو العائلتي اللي كانوا رح يختالوا الامبراطور وما في نئة جنة بالموت هون وفجأة بيسألوا شو جندي شو نعمل بهالبنت فبيطلع فيها جن وبيحكي اسمها يعني بيقول اسمك رن تستغرب رن وبتتساءل كيف متذكر اسمها هل لازم تحكي هلأ شي فبيقول جن اقتلها هال مسكينة ضحكتني ولما بيجي الجندي يرفع السيف وينهي حياة رن بيقول جن لحظة بيقرب فجأة منها وبيرفع راسها وهي بتخزل كتير وبتقول اول مرة حدا بيقرب مني لها الدرجة لكن حاسب شعور طبيعي فبيسألها جن هل احذلت عينا من قبل فبتقول بعائلها لأ يمكن بعالم تاني وبتنتبه انه فعلا عيونه محطمين من كتر ما مصابين بالكوابيس وانه لو انهى عائلتها ما رح يستفيد اي شي ورح يبقى بالمعاناة فبيعطيها زجاجة فيها شي غريب وبيقولها خديها فبتسأله شو هيسم فبيقولها نعم مشان ما تتألمي فبتقوله شكرا طبعا هو بنفظ من ردها اعطاها سم لحتى تقتل حالها وهي يتشكرته وبتقول شكله يعني اخيرا ظهرت رحمة اكبر طاغية وهلا هيك رح تنتهي حياتي وفعلا بتشرب الصم وما بتحسب قلم متل ما حكى وبتحسب راحة انها ماتت على ايده وبتحكي اخيرا رح ينتهي كل شي وبتتمنى تكون هالمرة عن جد موتها وطبعا متل ما تعودنا بتفيق بطلتنا فزقة على التغ وبتحكي انه تكررت الحياة متل كل صباح وبنفهم منها انه من سبع سنين بعضها امها لعائلة الهدس وهيك صارت هي البنت غير الشرعية لعائلة القباحات وهي ثالث مرة بتموت وترجع للحياة المهم بنعرف انه بطلتنا كانت عايش حياة طبيعية مثلنا بكوريا وبيوم من الايام تعرضت لحادث وفقت بعدها وهي بهالعالم وصار لها عشرين سنة بهالعالم على هالحالة كل ما بتموت فيه ترجع له مرة تانية اما هاي فهي امها الاس اللي رحت بيها لعائلة هارتس اليوم ورين مبسوطة بشوفتها صار لها زمان ما شافتها وطبعا امها بتسرخ فيها وبتقولها شو عم تعملي انا مو خبرتك تفيقي بكير لانه رح اخذك على مكان فبتحكي لها رين اسفة فبترجع الاس تسرخ فيها وبتقولها بما انك اسفة ومن العي اسرعي وتحركي وبتقول رين بعائلها فعلا كانت عصبية امي وانا بعرف انها رح تاخد نيلة بيني ويمكن ما رح ارجع لهون ورين من فكرة ابدا تهرب بالعكس قررت تطبق كلام امها وتمشي معها بسرعة وبنعرف انه بهالرواية اللي عم بتعيشها رين بتموت ممسوسة والبطلة الاصلية اللي بهالرواية اسمها ستيلة فتاة نبيلة جميلة تمتلك قوة الشفاء عالتها تجاهلوها وصارت وحيدة لكن لما كشفت قوتها للعالم صارت تتلقى كل انواع الاهتمام والحب وكانتها الرواية بتحكي عن القصة الرومانسية بين البطل والبطلة لكن رين اتجسدت بشخصية جانبية اضافية لرواية وكانها طفلة متبنى لعائلة هارتز طبعا في اول مرة انتقلت فيها على العالم حاولت فعلا تساعدهم وتقتل الامبراطور جين لكن جين حس عليها وقتلها وبالحياة التانية لما رجعت حاولت مع عائلتها اللي زادوا لقم وحقد على جين لانه بدهم يخونوا مع النبلاء وينقلبوا عليه بس فشلت متل ما شفنا وانتهى فيها الموضوع انه جين يقتلها وهلا هي بحياتها التالتة بتقرر خلاص رح اوقف عن اللي عم يعملوا عائلتي واحاول اعيش حياة سعيدة توصى لي وامها للمكان وبيستقبلهم الخادم وبيوصلهم لمكتب كبير لعائلة هارتز اللي شفنا جين اطالهم بالحياة السابقة المهم بسلم على قلس وبيقولها خلينا نشوف يزا عن جد هالبنت تتحمل دماء عائلتنا اولاء وبنعرف انه بالرواية فيه اربع عائلات نبيلة عائلة نوادي وديان وسباد والهارتز هدول هم العوائل اللي يساعدت العيلة الامبراطورية على تأسيذ هالمملكة وطبعا رين تنضم حظها انها طلعت الطفل المتبنى لعائلة هارتز الخائنة وبنعرف انه اي شخص بيحمل دم احد هالعائلات الاربعة بيمتلك قدرة اسرة خاصة فمثلا الارتز بيمتلك قوة الحرم والسيطرة العقلية المهمة بيحكي كلود لألس انه سمع قصتها مع اخوه وانه هي طفلة اخوه وهلأ جاي الطالبي بالمال مقابل الطفلة فتحكي له ألس بالضبط وفيه ادلة انه هالبنت من عائلة هارتز فبيحكي لها اذا ورجيني شو هالدليل اللي عندك فبتبعد ألس الشعر عن عيون رين وبنكتشف انه في بعينها شكل قلب وبينصدم لما يشوفها القلب لانه هالدليل انه هي من عائلة هارتز وصعب جدا حدا يقدر يزيف هالشي المهم كلود بيطلب من خادمه يجيب المال وبيعطيهم لألس وبيقولها نلعي وبتروح فعلا وبتحكي رين بعائلها انه حتى بهالحياة امها عملت فيها هيك ومن هاللحظة ما رح ترجع تشوفها وبتحكي لأمها قبل ما تطلع من هلأ ورايح راح تعيشي هون فبترودرين بتقولها بتمنى لك تعيشي الحياة اللي بدك اياها وبنعرف انه بالحيوات السابقة دائما كانت امها تجيبها لهون ولما بيجي فصل الشتاء بتموت الأم بسبب المرض اللي ما له علاج لهيك اصلا امها جابتها وبتتمنى انه بنتها تحييش حياة سعيدة وبتقرر بطلتنا انه بهالحياة تعيش فعلا مثل ما بدها المهم بتكون رين بالأصر وبيكون فيه زائر عندهم تطلع لين لتشوف مين هو لتلاقي الامبراطور جن جاي عند حيلة الهرد وادوة اول يوم زرعت فيها العيلة كابوس لجن لعيك بتقرر انها توقف هالشي من البداية طبعا بيشوفوها الحراس وبيوقفوها ولكن هي باللحظة اللي شافت فيها جن وانسحرت بجماله وبطلت تعرف تحكيه وبتقول انه شكله كتير مختلف وما لازم يكون طاغية وبتغطي عينها بسرعة لحتى ما حدا يشوفها وبيتدخل فجأة واحد اسمه تير وهو الاخ الاكبر لجن اللي هو المفروض اصلا يكون الامبراطور بالفترة الجاي لانه هو ولي العهد لكن دائما بيموت قبل ما يتم تعيينه وكان عندهم اخ ثالث مش شقيق يعني من نفس الاب وغير ام وما عنده اهتمام بالعرش ابدا بس امه الامبراطورة كالعادة بتكون بدها تحطه بالعرش لحيك كانوا عم يستخدموا عائلة هارتز يعني عائلة هارتز عم تشتغل مع ام الاخ الثالث اللي اسمها روز المهم بيقمر تير الدوء يبعد السيف عن رين فبترتاح انه تبعد عنها لانه كانت رح تموت باول يوم من رجعتها وبيتسأل تير مين هالطفلة وبتسأل كمان زوجة كبيرة عائلة هارتز من انت عنا هالخادمة الكل بيتسأل فبتقول رين بعقلها قديش مؤسف انه ارجع انضم لها العائلة الفاشلة المهم تير بيسألها هل انت مصابة شيء لا نعم خبيع عينها فبتحكي له نعم وبتقول انه هالانسان شخص طيب بالرغم من انها خادمة اهتم فيها لكن للأسف هو برضو مصاب باللعنة وبالكوابيس من قبل ابنة الزوجين هارتز سولار واليوم زرعت كابوس تاني كمان على تير وهي على الأغلب اللي بدت تسرع الكوابيس بجن المهم بيقول كلود انه ها هي الطفلة اللي جابها وتبنها وطبعا مرته بتنجن وفجأة رين بتقرب وبضل مستير كرمال تسحب منه لعنة الكابوس لكن كلود بيسرخ عليها فبتت راجع وبيحكي كلود لا تير اسف لسه ما علمتها كيف تحترم الآخرين فبيقوله تير عادي ما صار شيء وبتقول رين بعقلها كويس انه الموضوع عد على خير وهذا نجاح وبنعرف انه رين عندها قدرة تسحب اللعنات من الناس وهالكرة السودة اللي معها هي جزء من الكوابيس الموجودة عن تير لكن لما تسحب الكوابيس منهم برضو هي بتحتاج لعلاج لانه لو طلعتها منها رح ترجع لصاحبها يعني لا تير المهم فجأة بيقترب جان منها بتخاف لا يكون شاف اللي عملته وبتتساءل اذا اصلا فيه يشوف قدراتها او يمكن بده يعاقبها لانها قربت من اخوه لكن للصدمة انه جان بقدم لها حلويات وبيطلب منها تاخدهم وبيقولها شكلك زعانة انا هيك هيك ما بحب الحلويات فبتضحك بعائلها وبتقول ما توقعت انه اتشكرك اليوم مرتين مرة عقلك حتقتلني ومرة على البسكويت وبيطلب جان من تير انه يرجعوا لحتى لا ينصب بالمرض والتعب اكتر بتشوف رين قديش مهتمين ببعض وبتحزن عليهم وبتقرر انه تحمي جان لانه تير المسكين صار اللي صار فيه واكل اللي فيه نصيب وصعب تنقذه لكن جان لسه فيه امل بانقاذه المهم بيصرخ كلود عليها وبيقولها شو كنتي عم تعملي فبتحكي له كنت عم بلحق امي وضعت ولقيت حالي عندكم فبيحكي لها كلود شكلك رح تجيبي لي مشاكل كتيرة خليكي حذرة بالمستقبل وبتيجي الام وبتبهد لكلود انه كيف بيعمل هيك شي بدون ما يحكي لها فبيقول انه هي بنت اخو شو رح يعمل اكيد لازم يعمل هيك لكن لا تقلق لانه رح يشغلها لصالحهم وبيسألها صاح رين فبتحكي له رين اكيد طبعا وبتطلع مع الخادم المهم تسمع رين من وراء الباب الام عم تحكي انه عن جد هي هي بنت اخوك مقدرة اصدق ليش ماتها الانسان فبيحكي لها كلود اسكوتي بما انها بنت واندرن اكيد بتمتلك قوة ضخمة لازم نكتشفها المهم بترجع رين لغرفتها وبتكون متأثرة من اللعنة اللي بتلعتها من تير وبتتذكر انه قوتها لما تستخدمها لها اعراض جانبية متعبة وبتحكي انه في جبال رح تظهر بالفترة الجاي تعرفهم طبعا من حياتها السابقة ولازم تتسلقهم اول ما تشوفهم وبعد عشرة ايام بنلاقي كلود عم بيبهدلها انه ما عم تعمل اي شي ولا عم يستفيدوا منها بشي وبنشوف انه تم نقلها للطابق السفلي وبيحكي لها كلود كنا متوقعين من شخص متلك اشياء اكتر بكتير فبتشعر رين انها عم تختنق بالطابق السفلي وبدها تكون اسوأ من هيك بالمستقبل وبعد كلها البهادل انها مو مفيدة فبيخليها كلود خادمة بالبيت بيظنها تطلع منه وبيطلب منها تصبغ شعرها لحتى لا تكون بتشبههم يعني بيخليها تغير شكلها شوي لحتى ما تصير تشبههم وبيغطوا عينها بقطعة قماش وبتطلع حتى اشاعات عنها انها مريضة لهيك بتضل بالبيت وهيك بيصير شكل بطلتنا الجديدة لسه حلوة رغم الظروف المهم بتكون نازلة فبتسمع رين الخادمة مارثة عم تطلب من شخص يجيب الحلويات اللي بتهبهم سولاد فبتقولها رين انا بروح وبجيبهم هذا الشاب ما رح يقدر يلحق يروح ويرجع بسرعة بس انا بقدر اعمل هيك فبتحكي لها مارثة معشي لا تتأخري لكن بتلاحظ شي غريب بالخادم اللي قدامها تكشف عنه لتلاقي انه عنده دينين ارنب تنصدم طبعا وبتتفاجأ وبتقول انه ما بتتذكر انه كان فيه اي وحش بالمنطقة لكن تتذكر اصلا انه بهالعالم اللي هي فيه لوحوش اللي مثله بتكون مكانتهم ادنى من مكانة البشر ودائما المساكن بيتطروا يخفو حالهم فبتعتذر منه وبتقوله انها ما رح تخبر اي حدا عنه لكنه بيقولها عادي فيك تحكي للكل لانه الجميع بيعرف عني وكمان احكي معي براحتك لانه انا بعرف انتي مين بتكوني فبتحكي لورين ابدا انا وياك بنفس المكانة واحنا الاثنين خدم وبتسألوا عن اسمه فبيقولها ماتشموند المهم بعد ما تتعرف عليه بتجهز حالة لغطتها بما انه ايجتها الفرصة لحتى تطلع من البيت بتروح لنقابة عائلة القلوب السوداء وبتقرن ترجع لشكلها الطبيعي لحتى ما حدا يشوفها ويقع التعرف عليها ويطالع اشاعات انه خدم عائلة الهارتز تدخل وبتطلع على مكان عائلة القلوب السوداء المهم بتفوت لمكان وبيسألوها الشباب الموجودين طفلة صغيرة متلك شو عم تعمل بهالمكان فبتخبرهم انها عميلة وجاي تقابل الزعيمة فبتقول الزعيمة طفلة متلك جاي تستأجرني صح انا فقيرة بس مولها الدرجة فبتحكي لها رين معي كتير فلوش وبقدر اعطيك اللي بدك اياه وبتسألها هل عندك كوابيس بتجيكي كل ليلة لهيك ما بتقدري تنامي كل يوم وبتشربي عصير طفاح لا تنسي دقيقة رين فاجأتيها كتير فعلا تنصدم الزعيمة وبتقولها كيف عرفتي هالشي فبتقولها رين لانو بعرفك من الحياة السابقة طبعا بعائلها البهم تحكي لها رين ما بهمك كيف بعرف المهم انو بقدر اخلصك من كوابيسك كلها شو رأيك فبيقوله الشباب للزعيمة انسيك من هالطفلة اكيد غبية وهبلة ووضعها مشبوهة اصلا لكن الزعيمة بتحكي لها شو المقابل لها الخدمة فبتقولها رين بدي تعرفيلي كل المعلومات عن الاصر الامبراطوري وبتقوله لبعائلها بعرف انو اللي عم بطلبه خطير بس اتوقع روزالة اللي هي الزعيمة ما رح ترفض لانو فعلا كوابيسها ما اثري على قوتها العقلية كتير فبتوافق روزالة وبتقولها هل بقدر على الاقل اعرف اسمك فبتقرر رين تعطيها اسم مستعار وبتقولها انو اسمها الاس وبتقول رين انو الاحداث ضلت ماشية مثل الرواية لفترة من الزمن وفعلا اغم على ولي العهد دير واخد جان مكانه وشارك بالحرب وكانت رين لحتى ما تخلي عيلتها تأزي جان ضاطاهم احيانا وهالشي جاب النتيجة وبتحسرين انو فعلا بهالحياه رح تقدر تعيش لوقت طويل لانو مرت سبع سنين بسلام ورح يصير عمرها 22 يعني لو طبقتهم وما صار اي شي رح تتحرر من لعنة الموت المتكرر لكن فجأة بتنصدم لما تلاقي جان طالع بوجهها وهو متنكر بعباي بتتفاجأ وبتلحقه وبتحس انو حياته مليانة كوابيس بتنادي عليه وبيلتفت لها وبيتقالها شو بدك ما بتعرف رين شو تقول لانها اكيد ما بدها تتركه يروح من كتر الكوابيس اللي هو فيها لانو هيك رح يتحول للون الاسود وراح يصير مظلم وما رح تقدر تنقذه ولا تنقذ حالها المعبيضة الجان صافن فيها ساعة يستنى شو بدها تقوله ولما ما تحكي شي بيقولها طيب لازم اروح فبتوقفه وبتسأله هل بتآمن بالاحلام المرعبة اللي يتلاحق الواحد وبتحسسه انه هو بين الواقع والحلم وبتخربشه لدرجة ما بيعرفه وين وبيحس حاله ضايع وانه رح ينجن كمان شوي يتفاجأ جن من كلامها لانها عم توصف حالته تماماً وبيسألها هل رح اكون احسن لو امنت بالطاو فبتفرح انها ادرت تجد باب الحديث وتاخره وانه ممكن تنقذه طبعاً لحتى تنقذ حالها وبتاخده للنقابة لتخلي نام الهدوء وبتطلب من الاسبشان يجهز له غرفة مظلمة وعازلة للصوت وبتسحب جن لجوه وبتسأله كم صرلك منايم فبيقولها مو انت على اساس تتنبقي وبتعرفي بالمستقبل والطاو مو المفروض تعرفي كم صرلي منايم فبتحكي له صح ايه مو مشكلة المهم هلأ استرفي ما حدا رح يأذيك ورح تقدر تنام بسهولة وفعلاً جنب اللحظة بينام مع انه ورقلها اي علاقة بالطاو وعم تكذب عليه لكن نجحة تقططها بانه تخلي ينام ويرتاح شوي بعدها بتمسك ايده وبتبوسها وبتتمنى تقدر تساعده بقدرتها المهم فعلاً جن بينام نوم عميل وهي كمان حتى بتخطع ولما بيصحى بيتفاجأ انه نام اصلاً وبيشعر بالسوق انه استخدم رجلين بنت ما بيعرفهم كما خده وبيقول انها بنت غريبة كيف قدرت اصلاً تخليه نام وفق كل هاد الغريب انه لما لمس ايدها حس براحة كبيرة تصحى هي عليه وبيسألها كم صلي نايم فتحكي له يا دوب عشر دقايق بيستغرب لانه شعر انه نام وقت طويل وارتاح على غير العادة وبتقول لورين نيح انك تقدر تاخد برايك من الحياة شوي وتنام فبيحكي بعقله انه للأسر ما بيقدر يعمل هيك شيء وكل ما يحاول بيشوف اشياء مرعبة تخليه يصحى وبيتشكرها انها خلته يرتاح فبتحكي لورين ولو ما عملت اي شيء فبيقولها طيب هل بينفع نتقابل مرة تانية لحتى ارجع ارتاح واذا بدك انت حددي موعد لقاءنا الجاي فبتقول لورين لو كان مكتوب لنا نتلاقه راح نتلاقه وبيقول بعقله قديشني غريب بدي اقابل بنت ما بعرفها واتقابلت فيها بالصدفة وبشكل فجائي كمان مرة وبيخبرتابعه بكل اللي صار وبيسأله عن رأيه فبيقول له مبين عليها انها بنت ما عاشت برا وشكلها من عالة الهارتس فقال له جين بالضبط راقب لي الهارتس السود وشوف لي اياها لانه انا ما بآمن بالقدر لو بدي شيء راح اروح واخذه لكن بنعرف شيء جديد عن رين وهو انه عندها قدرات تانية مو مخبرة حعادة عنهم وهي انه بتقدر تسرق قدرات الناس وانه ما بتأثر فيها قدراتهم يعني هيك اصلا قدرت تتوقف احلام جين هديك المرة او تتدخل بعالة هارتس وتحاول تلغي مخططاتهم وهيك كانت تتوقف افعالهم المهم بتشوفها سولير وبتعصر منها لانه مو شايف الفضاء بتحاول رين تتصرف معها طبيعي وتتسلم عليها عادي وتغادر لكن سولير بسألها اذا سمعت شيء من الكلام اللي كانوا عم يحكوه بالغرفة وبتصير بدها تتخانق معها بلا اي سبب بالوقت بيظهر اخوها سنو وبيسأل سولير عن اللي عم بيصير فبتحكي له ولا اي شيء اما بالنسبة لرين فبتقول انها مو مهتمة بسنو ومعرفت عنه كتير بالحيوات السابقة لكن احساسها انه شخص خطير وله هيك بدها تتجنبه لكن سنو بيقولها بما انك هون بدي اخبرك انه والدي لقيلك شيء لا تعمليه المهم بتعصب سولير ليش ابوها ليختار رين تعمل شيء وما اختارها لقلها وبيقول سنو والرين معلش اعذري اختي المريضة سولير على غضبها المسكينة متوترة لانه عندنا اختبار هالفترة تتفاجأ رين لانها متأكدة انه ما في كان هيك شيء حسب اللي بتعرفه صار بالماضي وبيحسسنا بفضولها فبيقولها ابونا حكى انه رح يعملنا اختبار تحتى يحدد مين رح يكون سيد المنزل وبما انه سولير اضع فحدة فينا وما عم تقدر تتحكم بمشعرها وقدرتها فهي تقريبا متأكدة انها رح تخساره فبتعرف رين انه هي اللي سببت هالتغيير لما سرقت قدرت سولير ووقفتها وبيقول سنو انا عم حالي ومهتمة بصراحة مين يكون مسؤول الليلة لكن حاسس انه الموضوع رح يكون بيسلي لايكرح اشارك وعم بجرب حظي وبيقترب منها وبيقولها بس مراحضة ما بينفع لوحوش والعبيد يكونوا اصدقاء فبتتساءل اذا عم يقصد رفيقها ماش وبتطلب منه يتركها ويباعد عنها فبيقولها لا تقلقي انا عم بعمل هيك كرمالك بتخاف رن وبتحس بقلق وتوتر كبير مع انو الهلاء كل شي عم يمشي متل العادة ومتل ما بدها لكن لقاءها كان مخيف وبتتمنى تمشي الامور متل ما هي عم بتحاول ومتل ما بدها بدون ما تعمل لها عائلة هارت شي مصيبة وبنلاقي جن عم يتخانق مع تابعه ومساعده لانو بده يلغي احتفالات مهمة اما مساعد الضوء فبيقوله انو ما لازم يعمل هيك لانو النبلة وحتى العامة رح يغضبوا خصوصا انو في حرب جاي عالطريق فبيتقى الجن اذا جد رح يدخلوا بحرب خصوصا انو حاليا مقادر يفكر منيح بسبب تعبه لانو بيعد ايام طويلة ما بينام وبنعرف انو الناس سمت مرض جن بلعنة سيليني لانو امه سيلين هي اول وحدة صابها هالمرض وكانت تعاني بشكل غير معروف وتصيبها احلام وكوابيس مخيفة وبعدها اخوه تار اللي دخل بغيبوبة وهلا هوه ومع انو العائلة الامبراطورية جابت امهر السحرة الا انو كلهم خبروهم انو ما في اصل للعنة وما حدا قدر يعرف سببها لهيك جن مقتنى انو ما في علاج لحالته لكن فجأة ايجا ترن وخلته يحس بحلاوة النوم وبالانتعاش اللي نسيه لهيك هو بده يقابلها كمان مرة فحتى يعيش هالاحساس مرة ثانية اما عالت الهارتز فبيكونوا اخيرا اجتمعوا وبكونوا الاخوة عم يتخانقوا بينما بتفوت رن وبتحس حالها دخيلة بهالمكان خصوصا لما كلاود يطلب منها تنضم لهم للسفرة ويقول انو اقترب اليوم الوطني والاختبار ورح يتم التعامل مع الجميع بدون اي مشاعر بتربطوا باي حدا فيهم لكن رن تشعر انو عم يطلع فيها بتخاف شوي بالاول بس بعدين ما بيعمل ولا بيحكي معها اي شي فبتلتاح لكن بتقول انو عندها احساس غريب بانو في شي عم يتغير بها الحياة وفي مصيبة رحتو على راسها عن قريب وبتروح تقابل واحد من عائلة الهارتز استودا وتسأله اذا المعلومات اللي قدم لهياها صحيحة فقالها انهم اكيدين مية بالمية يعني ليش لا يكذب عليها فبتسأله اذا متذكر الشاب اللي ايجا معها هذي كل مرة فبيحكي لها طبعا لانو كان شاب واسيم لكن رين مستغربة ليش لا عاد احلام وكوابيس جن عم تزداد سوق معنو ما قابل سولير بالمرة وما بتعرف شو السبب وبتقول رين كمان انو لما كانت برا لا تلتقي بجن حست انو في حدا عم بيلحقها وحاولت تهرب وتتخفى بس ما حست انو هالشي ضبط ما انو بتمتلك قدرة من عائلة الهارتز بانو تقريبا تخفي تواجدها او تكون غير ملاحظة يعني زي كالنو ما حدا يدق بملامحها لو شافها وبعد اللحظات بيفوت جن للمكان وبيمسكها وبيقولها حكاتي لو مقدر لقلنا نتلقى راح نرجع نتلقى وهينا تقابلنا بالصدفة لهيك يلا تعي ونيميني وفعلا بتروح رين معه وبس بقبلة على ايده بيفوت جن بقى مقنومة بينما هي تنصدم من كمية الكوابيض اللي موجودة جوه وبتتساءل كيف قدر ينام بها السرعة المهم بتحس انو حالته عم بتسوق وهالمرة اسوأ من المرة السابقة وبتنتبه على ايده ورقبته انو في جروح عليهم فبتقترب لحتى تشوفهم لكن بوقتها بيفتح جن عيونه وبيكونوا مرحبين كلهم غضب وكأنو بدو يقتلها فبتعرف انو وصل لا اعمق كوابيضه وبتحاول تهدي وتنضله من قرب كتير لحتى تخلي في بينهم تواصل لا تقدر تستخدم قدرتها بما انو وضعه لهالدرجة سيئة لا ينتهي هالحلم وتقدر تسحبه وفعلا هاد الي بيصير لكن بتتفاجأ لما تكتشف انو عند جن رغبة كبيرة بالموت وبتقول انو ما بتحب تكون قريبة من حدا لهالدرجة لكن هالمرة اضطرت لانو الموضوع كان خطير جدا بس الغريب انها ما حست بالخوف ابدا من اقترابه لهالدرجة مع انو قتلها كذا مرة وبتتساءل ليش يترى هالشي وبتقول انو وجهه وسيم جدا من قريب وبيضون وعي تلمس شعره وبتحس انو تحسن مزاجها وراح قلقها بلحظات بعد ما كانت معارفة شو رح تواجه هي وياها في هالحياة المهم وهي عم تتأمل ملامحه وجماله بيفيقه فبتتوتر شوي بتخاف يعرف اللي عملته لكن بيكون وجهه احسن بكتير وفعلا مبين عليه انو خف التعب بيسألها جن كم من الوقت نمت فبتحكي له شغلة نص ساعة فبيصون فيها لانو حس انو هي صارة تعبانة وبيسألها شو اسمك؟ بتتوتر وبتيجي تخبره اسمها الحقيقي لكنها بتغير رأيها باخر اللحظة وبتقول له اسمي أليس فبيقولها شو هالاسم الغريب ما بيلبق لشكلك فبتحكي بعائلها وين الغريب بالموضوع هاد اسم كتير عادي المهم بتسأله وانت شو اسمك؟ وبتتوقع طبعا يحكي لها اسم فيك اكيد ما رح يخبرها الامبراطور باسمه الحقيقي لكن الصدمة انو جن بيحكي لها اسمي جن فبتحكي هاد اهبل عالاخر ما عم ياخد احتياطاته وعم يحكي لي اسمه وبتقوله بتوتر شو رأيك؟ انا ديك بغير اسم فبيسألها يعني ليش؟ شو السبب؟ فبتقول لانو بهيك لحظات وهيك مواقف الاحسن ما تحكي اسمك الحقيقي فبيطلع جن فيها بحزن وبيقولها يعني اللي افهمه انك كذبت علي باسمك وهاد مو اسمك الحقيقي وبيقولها اوكي على كل حال ناديني جي فبتتسم وبتقوله ديل المهم بتسأله كيف حاسس حالك؟ فبيقولها انو تحسن وبيحكي لها كمان ليش عم تحكي معي برسمية كبيرة؟ خدي راحتك بالكلام معي فبترتع بران وبتقول الامبراطور بنفسه وعظمته عم يطلب مني احكي معه طبيعي وبيدون رسمية وبتخاف حتى بتقتق شوي بعدين بتقوله بس احنا مو قريبين لهالدرجة لا احكي معك بدون رسمية فبيقولها جن عاد انا عد برتنا قريبين كتير من بعض بما انو لتقينا مرتين فبتحكي له اوكي وبتنديجة بعدها بيضمها وبيسالها شو رأيك تشتغلي عندي هون بتحس انها انشلت وبيقولها ما عندي مشكلة اعطيكي قد ما بدك فلوس او احققلك اللي يبدك اياه فبتتفاجأ لانو واضح انو جن ما عنده اي مشكلة حتى يخبرها انو هو نفسه الامبراطور لكن بهاللحظات بتفوت بنت هي صاحبة ران وبتقولها شو عم تعملي مع هالشخص اللي عم بيحاول يشتريكي ويضمك لاله وبتتخانق معه وبتقول له الاس لالنا المهم بتحكي ران لروشالة اهدي وغادري لكن روشالة بتقول لران انتي اللي غادري واتركينا احنا لاثنين سوا فبترفض ران طبعا وبتقول انا اصلا اللي مع جن ليش رح اتركها المهم روشالة بتحكي اذا عندي اقتراح لقلك بما انو بدك الاس لهالدرجة رح تتواصل معها عن طريقي وعن طريق النقابة اللي احنا هنلق فيها غير هيك ممنوع تشوفها او تقترب منها يعني هاروشالة دخلة على طمع وبنعرف انها عرضت على جن انو يدفع لها عشر الاف تابن تهبي كل مرة بده يقابل فيها ران والصادم طبعا انو جن وافق بدون تردد تفاجأت ران ليش لايقبل الامبراطور باشي يعني فيه بلحظة يعمل اللي بده اياه عكل حال ترجع ران لنقصر وبتقرر ما تفكر باي شيء وتسترخي لكن بتلاقي سنو واقف قدامها عند غرفتها تسأله بتقطع اذا بيحتاج شيء فبيحكي لها طبعا جاي اطلب منك ترافقيني للحفلة الملكية فبتنصى بران بذول لانو ما كان فيه هيك شيء ابدا بالحياة السابقة لحفلة ولا هي راحت مع سنو بتتفاجأ ران وبتتفاجأ سولار وبتقول له اكيد فيه شيء غلط في الموضوع بتفكر مع حالها ليش لايطلب سنو مني انا هالشي كل اللي بعرفه ومتاكدة منه انه هالعيلة تعتبرني عار عليهم وبيكرهوني فاكيد فيه شيء غلط لايك بتقول لسنو مستحيل اصلا انا اروح للقصر الامبراطوري اصلا ما عمري رحت لحفلة او لايك مكان وكمان ما وصلتني دعوة لهالحفلة اللي عم تحكي عنها فبيحكي لها سنو تمام يعني لو وصلتك دعوة تقبلي ترافقيني فبتحكي له ممكن افكر بالموضوع لو وصلتني دعوة فبيظهر لها الدعوة اللي وصلتها من الاصر الملكي وبيقولها وهلا شو رأيك رح ترافقيني بتعصى براند وبتخاف لانه فيه اشياء بطلت تعرفها وعم بتصير بدون ما تعرفي لهالسبب هالشي بيعني انها ما بتقدر تتصرف متل المعلومات اللي عرفتها ولازم تتصرف بحذر وما بتقدر تتخيل كيف رح يكون الوضع مع سنو لو رفضت انها ترافقوا لانه شخصيته مرعبة تخبيها ورا ابتسامة لكن المفاجآت ما خلصت هون لانه كمان ايجتها سولار تطلب منها ترافقها للحفلة لا وعم تبتسملها كمان هالبنت الشريرة المرعبة اللي كل وقتها كانت تحقر فيها هلأ عم طارت عليها بابتسامة ترافقها وكمان بتحكيلها انه رح تعلمها كيف تكون لدي بما انه هاي اول حفلة بتحبرها المؤمنين بتنصدم لدرجة بتهرب من قدامها وبتطلع لبرا لتلاقي اخوهم الثالث عم بيعرض برضو نفس الشي بتكمل هروبها بعيد عن الكل وبتروح لعند رفيقها مارش بيهديها وبيشربها شوية ماء وبيسألها عن اللي صاير فبتقول بغض النظر عن عروض هالتلابة هي حاسة انه كلود الاب هو اللي ورطها بشي شغلة الماما بيسألها مارش بعد ما تخبره كل اللي صار هالطيب لازم تروح الى الحفلة فبتحكيله للأسف لازم فبيعتذر منها انه هو ما بيقدر ينقذها ويعرض عليها ياخدها هو للحفلة فبتقوله اصلا احسن لك ما تروح وبتفكر بحالها انه مع مين لازم تروح اكيد ما فيها تروح لحالها بس مين اهون حدا ترافقه لكنها بتشعر بالقرف منهم كلهم لما تفكر بالموضوع لانها مو طايقة ولا حدف فيهم لكن الاغرب هو الدم اللي عم يطلع من تمها فبيشار ماش بالخوف عليها يسألها اذا هي بخير وبتنتبه للدم اللي نزل من تمها وصار على ايدها وبتمنه انه ما في شي خطير لكن احنا بنعرف انه هاد الدم بيدل على الكوابيس اللي صحبتها من جن وانه لازم تروح تشوف الدكتور كالعادة لانه هالشي بيصير معها لما تكون قود الكوابيس اللي صحبتها كتير كبيرة المهمة بتتشكر ماش انه مهتم والان عليها وبعدها تتصل فيها النقابة لتخبرها انه جن ايجا يعني صار فيه بينهم ديل وصار جن يروح للنقابة ويدفع مقابل انه يجبوا له رين لحتى يقدر اينام تشعر هي انه جن شخص لطيف وكمان مو متحصن كتير مع انه الامبراطور نفسه وقاعد مرتاح معها بشكل زيادة بعدها بيفي جن وبتتوتر لانه يطلع بعيونها كتير وبيلمس وجهها وبيقولها مبينة تعبانة فبتحكي له ما عم بعرف انام كتير وبتضحك بعدين بتقول انه هو اصلا اللي تعبان اكتر منها المهم ترجع تنتبه للجروح اللي على ايضه ورقبته وبتسأله عنهم فبيقولها انه لما بينام عم بيربط حارة تنصدم وبتسأله عن السبب فبيحكي لها لانه لو ما عملت هيك راح اقتل اي انسان قدامي وانا نايم فعليا احيانا بفيق وبكون مرعب ومستعد اقتل اي بشري تشهر ران بالحزن عليه مع انه هي كمان حياتها فيها الف ويل ومصيبة لكنها متغاطفة معه كتير وحادسة بحالته لانه كمان شكله تعبان اكتر من قبل لكن تحكي له على فكرة نقدر نلتقي اكتر لو بدك فبيحكي لها يا ريت فعلا انا بدي كتير متلاقة وحابب هالشي لكندي للأسف مشغول كتير بس على فكرة في حفلة عن قريب هل تقدري تيجي عليها تتوترين وبتقول له لا رح اكون مشغولة فبينظر لها بحزن تتأثر هي وبتقول خلص شو رأيك متلاقة باليوم الوطني طبعا هي بتحكي له هالشي لا تهرب حالها من اللقاء لانها متوقعة يحكي لها مفاضي بما انه طبعا الامبراطور لكنها بيظلمها لما بيقولها اتفقنا وبشوفك بهذاك اليوم المهم بعد لقاءها مع جن وبعد كل شي بتقرر انها ترافق سولار للحفلة لانها اهوان من اخوانها اللي مو قادرة تعرف بشو بيفكره على اساس قادرة تعرف شو بتفكر سولار المهم هي بتقول انه تروح مع بنت لا تعرفها على البنات والطبقة الاجتماعية هناك لا تكون اهوان شي وبتروح معها لتجهز لها بستان مرتب وتحضر حالها لا تتشيق وبتضبط كل شي لكن اللي بيكون شاغل بالها اكتر شي هو هالجن رح يقدر يتعرف عليها لانه مغيرت حالها وبشكلها وهون مختلفة كتير لكن بتكون خائفة انه يقدر يعرفها من وجهها او عيونها المهم بعد حكي كتير بتحاول ما توتر حالها بزيادة وتقول انه اكيد ما رح يعرفها لانها اصلا هلأ ظاهرة تشكلها الثاني ولون شعرها الاشقر ونخبيها عينها اما سولار فبتكون مهووطة بحالها وشكلها وشمالها وبتسأل راند كيف طالها المهم لما بيحيد وقت الحفلة بتتغير سولار وبتحكي طريقة مؤرفة مع راند وبتحكي لها بغضب وعصبية قوعك تحرجيني قدام اي حدا وقوعك تتصرفي باي شكل يهيني انا او عيلة هارتز تذكري انك هلأ محسوبة علينا وانك فرد مننا فبتستغرب راند ليش سولار رجعت متل ما كانت سخيفة وصارمة لكن انسوكم من كل شي وشوفوا جمال راند حتى مع رقعة العين الحلوة واذهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الاول من حكاية راند وجيند برأيكم شو متخبيرها بهالحفلة وهل فعلا جيند رح يقدر يتعرف عليها يمكن لو رأسوا سوا وليش اخدوها معهم لشو عم بيخططوه في كتير اشياء وتساؤلات اكيد رح نجاوب عنها بالفصول القادمة بدنا منكم تفاعل كبير تحتى نلخص مقطع طويل وحلو مثل هيك واكتبونا بالتعليقات كيف المدارس معكم والجامعة هل بلشتم تحانات؟ بنشوفكم ملخص جديد ولوقتها سايونرا